استقبل صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليه العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مجلس سموه الأسبوعي بقصر الرفاع مساء اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة حذر المجلس أفراد العائلة المالكة الكريمة والوزراء والأعيان وأعضاء مجلسين نواب الشورى والبلديات وعددا من رجال الدين والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وعضاء سلك الدبلوماسي في المملكة والشخصيات الأكاديمية والفكرية والإعلامية وعددا من أفراد المجتمع من جهتهم عرب الحضور عن سرورهم وتقديرهم لمجلس سموه العامر مشيدين بحرص سموه على الالتقاء بالمواطنين والسير على تكريس قيم الآباء والأجداد والحفاظ على الروح الأصيلة للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة منوهين بجهود سموه في تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما تليه الحكومة الموقرة من سعي متواصل نحو مسويات أفضل من التنمية والخدمات وتأمين الحياة الكريمة للمواطن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة